هل تعلم أنه بسبب طول الشاحنة بصفة عامة فهي بحاجة إلى مسافة أكبر لنعطاف لتقوم بإنعطاف آمن ولا تنحرف على الرصيف ونتيجة لذلك فأن الشاحنات التي تنعطف يمينا عليها غالبا أن تنتقل إلى المسار الأيسر أولا في بعض الأحيان يظن الصائقون أن سائق الشاحنة أخطأ وهو يرغب أن ينعطف إلى اليسار والآن بما أنك تعلم أن ذلك غير صحيح قف خلف الشاحنة وعطيها مساحة وفيرة للتحرك وفي حالة حجب إشارة الإنعطاف عن رؤيتك أو تم إلغاؤها بسبب تحرك الشاحنة إلى اليسار تحسبا للإنعطاف حاول أن تتوقع الحركة التالية وقف خلف الشاحنة بأكبر مسافة ممكنة تجنب تجاوز الشاحنات المنعطفة من الناحية اليمنى إذا كان سائق الشاحنة سينعطف يمينا فإن سيارتك في المنطقة العمياء له ويمكن أن تنحبز في هذه المنطقة بين الرصيف والشاحنة كن صبورا وتجنب تجاوز أو السير في المنطقة العمياء اليسرى قد تضطر إلى الإنحناف نحو السيارات التي تسير في التجاه المعاكس لتتجنب التصادم لا تخرج من موقف انتظار السيارات أو تقطع الطريق بسرعة أو تغير المسار وتصبح أمام الشاحنة لأن السائق قد لا يراك وهو بحاجة إلى مسافة أكبر لكي يخفض من سرعته أو يتوقف وقد يسبب ذلك التصادم يتمطلأ خطوط التوقف على الطريق لدمان وقوف المركبات خلفها بمسافة وأنهم لن يعوقوا حركة المرور أو الوقوف في طريق الشاحنات المنعطفة كن بواجبك وقف وراء خطوط التوقف كن على معرفة بالمساحة الزائدة التي تحتاجها الشاحنة لكي تنعطف وساعد سائقي الشاحنات وحافظ على سلامة الطرق